بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله انها ده هنتكلم عن فيديو جديد فيه قناة محترف النت فيديو ازاي تضيف ادمن او تضيف مسؤول على صفحتك اللي على الفيسبوك بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك عشان اللايك دهات بيحفزنا عشان نعمل فيديوات اكتر وياريت اللي مش محترف في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد اول حاجة هنتغط على الفيسبوك اللي هو ده بعد كده هتدخل على الصفحة اللي هي الصفحة اللي انت عايز تعمل تتعين فيها ادمن او مسؤول مثلا هاي الصفحة اول ما بتدخل في الصفحة اول ده شكل الصفحة فيه عنابة اعدادات فوق تضغط عليها بعد ما بتضغط عليها هتفتح لك قائمة القائمة دي هتلاقي اللي قبل الوحدة اللي قبل الاخيرة اللي هي الادوار بالصفحة هتضغط عليها بعد ما بتضغط عليها بيقولك اضاف الشخص الى الصفحة فيه فوق هاي هتضغط عليها بعد كده هتكتب بيجيبلك الاصدقاء اللي عندك هتكتر الصديق اللي انت عايز تضيفه ادمن على الصفحة بتحت يعني مثلا هتكتب اسمه مثلا اي شخص من دول مثلا اي شخص من دول مثلا هنختار ده بعد كده بعد ما بنختار الشخص اللي انا هنخليه ادمن او مسؤول او هختار اخليه ايه في الصفحة بتاعتي هنكتب كلمة السر وهو بعد ما كتبت كلمة السر هتضغط مطابعة بعد ما اضغط مطابعة بيقول انت عايز تخلي ايه عايز تخلي مسئول عايز تخليه محرر عايز تخليه مشرف عايز تخليه معيان يعني تختار الحاجة اللي انت عايز ايه تخلي الشخص ده دوله بالصفحة بتاحتك فتطغط اضافة بس كده بس انت كده وصارت له رساله انك انت عايز مني يكون مسئول عندكaint او محرر او دوله انت عايز يقوم به في الصفحة بتاحتك وهو اول مقابل الرسالة هيبقى هو فعلا مسؤول ادمن في الصفحة بتاعتك وضغط كما ضو حلقتنا النهاردة ازاي تخلي ادمن او مسؤول في صفحة الفيسبوك بتاعتك وكده يبقى خلاصنا الفيديو ويا ريت ان مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويضغط لايك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته